كذلك شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا لذا يقول بعد ذلك بلا خلاف وعن السرائر أنه كذلك عندنا بلا خلاف ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل ابن الجنيد وابن أبي عقيل جيد إذن تبين طبعا هؤلاء من ذيك الطبقة يعني عصر الغيبة الصورة وما هو حولها ولذا خلافهم يدلوا يضروا ماذا يضروا بالإجماع ولذا السيد الحكيم يحاول أن يتخلص من خلافهما بأن يقول ماذا التفتولي جيدا ماذا يقول يقول الذين لا يقدحوا خلافهما في الإجماع ليش سيدنا يقول باعتبارها ذول عادة مخالفين أحنا هو اليه ذول عادة مخالفين وهو من اعتنبين هذا من لا أعلم أي وجه علمي هذا إذا صار فد واحد شوية يخالف أكثر من اللازم إذن جنوا لا اعتداد به هذا على أي أساس لأن البحث بحث علمي هذا يخالف هذه نص عبارة أنا ماذا أقولها من أدي قال الذين لا يقدحوا خلافهما في الإجماع لكثرة خلافهما في المسلمات إذن تبين الآن على هذا المبنى اللي يذكره أحد كبار فقهائنا المعاصرين أنه إذا وجدتم واحد هو ينقنق بالمسلمات هذا بعد يعتنى به أو لا يعتنى به والله ما أعرف هذا الشيء المبنى لا أفهم هذا المبنى الكلام أنه أساسا يوجد عنده دليل نحن مع الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عندما تعبيرنا بدأ ينقنق في المسلمات أو يتأمل في المسلمات هذا لأنه يكثر التأمل والإشكال في المسلمات إذن ماذا خرجوا الاعتبار به أي منطق العلمية